تداعيات إصدار ميليشيات الحوثي قراراً بإعدام ثلاثين شخصاً لا تزال تتصاعد مع إعلان مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أن الأحكام تمت بدوافع سياسية خصوصاً أن المحكومين أكاديميون وطلاب وسياسيون المكتب الأممي حض القضاء في صنعاء التابع إلى ميليشيات الحوثي على مراجعة القرار والأخذ بالاعتبار للدعاءات والانتهاكات الخطيرة لحقوق المحكومين القانونية كافة المتحدثة باسم الأمم المتحدة لحقوق الإنسان رافينا شمداني قالت إن هناك مزاعم موثوق بها للغاية تفيد بتعرض المحكومين الثلاثين للتعذيب وسوء المعاملة المحكومون الثلاثون اعتقلوا في العام 2016 ووجهت إليهم تهم المشاركة في جماعة مسلحة تنوي تنفيذ هجمات أو اغتيالات على اللجان الشعبية التابعة للحوثيين منظمات دولية عدة انتقدت تحويل ميليشيات الحوثي المنظومة القضائية في مناطق سيطرتها إلى أداة سياسية لتصفية الحسابات مع خصومها السياسيين وكانت المحاكم التابعة للحوثي أصدرت منذ 2015 خمسة وخمسين حكما بالإعدام على مدنيين لم تراع فيها شروط المحاكمة العادلة بحسب بيان أصدرته منظمات حقوقية يمنية ودولية